الفنان الفلسطيني زهير محمد رشيد وعائلته يحصلون على الجواز العراقي خبر انتشر بسرعة تشرك النار في الهشيم عبر منصات التواصل والمواقع الإلكترونية في العراق لكن ممد صحة ودقة هذه المعلومة فبعد حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية انطلقت حملة واسعة منذ أيام تطالب الجهات المسؤولة في العراق في الدولة وكذلك وزارة الداخلية لمنح زهير محمد رشيد وباقي الفنانين من الأصول الفلسطينية منحهم الباسبورت والجنسية العراقية تكريما لما قدموه لجمهورهم ومحبيهم ولما قدموه للعراق أيضا في عالم الفن وبعد الضجة والضغط الشعبي نشر نجل الفنان زهير محمد رشيد نشر بوست وأرفقه بصورة تجمعه بوالده وبمدير الأحوال المدنية وجوازات اللواء رياض الكعبي وذكر في البوست التالي قال أبو المثل يقول أطلب الحاجة منها لها وفعلا اللواء الرياض الكعبي مدير عام الجنسية والسفر والإقامة أهل لها ألف ألف شكر لسيادة اللواء على حسن استقبالنا الوالد وأنا وطرح موضوع منحنا الجواز العراقي على دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير الداخلية وإن شاء الله تكون المواثقة بخصوص هذا الموضوع وفعلا أكون ناس تحب تقدم الخير والمساعدة ورب يحفظ عراقنا وشعبنا من زاخو للبصرة هذا كان هو التعليق الذي كتبه طبعا منشور واضح لكن هناك من فهم هذا المنشور بشكل خاطئ فإلى غاية الآن لم تحصل عائلة الفنان على الجواز العراقي فكل ما هناك هو طرح الموضوع فقط على السيد محمد الشعاع السوداني رئيس الوزراء العراقي وكذلك وزير الداخلية وهم بانتظار الرد بانتظار الموافقة هم لم يحصلوا الآن على الباسبورت العراقي حتى هذه اللحظة لربما تصدر اليوم أو تتم الموافقة ربما غدا لا نعلم ربما بعد أسبوع على العموم نتمنى وهم يسحقون ذلك فعلا يسحقون أن يحصلوا على الباسبورت والجنسية العراقية لما قدموه للفن العراقي طيلة السنوات الماضية لعقود من الزمن من الأعمال الفنية الكوميدية والأعمال الهادفة الجميلة وحول إمكانية حصول عائلة الفنان زهير على الجنسية العراقية ذكر عمار معاناته مؤكدا أن الأمر ليس سهلا كما يظنه عدد كبير من العراقين بل يحتاجوا إلى تشريع قانون في مجلس النواب العراقي هي موضوع الجنسية نيش أنا صار يومين شوية يعني دالح عليها موضوع الجنسية لين أنا عايش بالعراق يعني وهو يتخدمني بالبلد يعني إذا أرد أشتري أي شي الآن بالوقت الحالي إذا أرد أشتري أي شي ما أقدر أسجله باسمي ليش لين القانون والدستور شي يقول إنه أي عربي ممنوع يسجل أي شي باسمه فمع الأسف أنا هذا القانوني ينطبق علي آني مزيان لأنه أنا قلش أنا هس سيم كارت ما أقدر أسجل باسمي أنا توقعوا أنه أنا ولادتي ولاد أبوي بالعراق إذا أشتري سيم كارت ما أقدر أسجل باسمي إلا باسم زاوجتي أو أي شخص عراقي مزيان فآني هذا الشي هو اللي خلاني ألح على موضوع الجنسية ولو هو هذا الشي طبعا حلم أنا أتأكد أحد يعني راح أحد راح يساعدنا بس نقول لعله بيطلع لنا واحد يقدر يساعدنا هذا الموضوع موضوع قانون لازم يشرع قانون المجلس النمار إنه العراق الفلسطيني إنه ياخد جنسية وإن لي مولود بعراق ياخد جنسية زيان عيني وإن شاء الله يا ربي ناخد الجنسية وأشكركم من كل قلبي اليوم والبارحة وأول بارحة على الهاشتاق اللي شفته حقنا وعالناس المضامنا ويانا وعالناس اللي تحبنا والله العظيم مش قد ما أحج قد ما أسولف قليل يعني يعني اكتشفنا احنا هاي اليومين احنا نعرف لله الحمد إنه أكو ناس تحبنا بس ما تشنا نتوقع إنه هيتش الناس يعني هيتش الناس تحبنا يعني بهالدرجة هاية يعني على موضوع الجنسية شفنا العراق كله العراقيين كلهم اللي داخل العراق واللي خارج عراق يعني شونا تعاطفين ويانا ويحبون هي بس أنا منذ الواحد يمارس حياتنا بصورة طبيعية يسافر يروح يشتري يقدر كل شي يسوي بس واللي هي محبة الناس هي إنه بحد ذاته هذا يعني هاي جنسية كل ما يحلمون به الحصول على الجنسية العراقية والمستمسكات الثبوتية العراقية ليعيشوا في العراق بشكل طبيعي هو يقول حتى السيمكرت أن قال لا أستطيع أن أسجله باسمي لكن للأسف قانون الجنسية العراقية نص على أن لا يجوز منح جنسية العراقية إلى الفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى بلادهم إلى موطنهم الأم واذا يحتاج إلى تشريع قانون والتصويت عليه في مجلس النواب العراقي ومن ثم العمل بذلك القانون ونحن ننتظر وهو ينتظرون أي شرع القانون لا نعلم ربما قريبا سيطرح هذا القانون في مجلس النواب أو تتم مناقشته على العموم تعليقات كثيرة واردة على هذه القصة وسنبدأ التعليق الأول مع الفنانة ميلاد سري قالت في تعليقها مبروك لكم تستاهنون الجنسية هم مو بس جواز أيضا تعليق آخر من شهد طالب تقول ألف مبروك والله العظيم فرحتنا وكل الشكر والتقدير لهذا الإنسان الطيب النواء على حسن وعلى حسن استقباله والله يكثر من أمثاله تعليق آخر من هدى محمد تقول القانون لا يسمح للأخوة الفلسطينيين بأخذ الجنسية العراقية مهما طالت الإقامة بسبب أمل العودة لبلادهم كل التقدير لأخواننا الفلسطينيين وماكو فرق بأننا احنا أخوة بجنسية أو بدون جنسية تعليق من آفاق المحمدي يقول عفيا ليش محسسيني أنه الجواز السنغافوري ولا الإماراتي أنطي جوازي ونخلص تعليق آخر ومداخل من أبو أيمن العراقي ألف مبروك نتمنى لكم كل الخير أنتم والفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم لمنحكم الجواز العراقي والجنسية العراقية لأن رسمت الفرحة على الشعب وإن شاء الله الجهات المعنية ما تقصر معكم